مساء الخير أهلا بحضراتكم من مصر النهاردة النادي الأهلي بيحقق السوبر التامن في تاريخه بعد يعني مباراة مرسونية صعبة آه من طرف واحد من طرف النادي الأهلي يعني ما يقرب من 80% ل 90% أمام الرجاء البيضاوي المغربي حامل لقب الكمفدرالية آه الأهلي متسيد الأهلي مسيطر الأهلي بيلعب آه كان فيه مشاكل فنية وتكتيكية خصوصا طبعا بعد الموقف الاضطراري بإصابة عمر السلية في التسخين آه طبعا التشكيل بدأ يلعب شوية في التشكيل لكن ما كانش فيه الدينامو اللي بيحرك ما كانش فيه شريف قدام ولكن رغم ده ورغم التحديات الكتيرة النادي الأهلي بيمارس هويته بيمارس هويته هويته وديقة تسعين كنت أعب بتفرج مع جمهير من النادي الأهلي الناس متضايقة على كل هجمة بتروح على كل مسبس ولكن كل واحد فيه كان جوا إحساس إن فيه جون جاي جمهير الأهلي دول ما بيزعلوش أو يعني ما بيحزنوش على بطولة ولا على ماتش إلا بعد الحكم ما بيصفر لأنه عارفين طول ما الحكم محطش السفارة في بقه الأهلي ممكن يرجع في أي لحظة يرجع وقد كان نزل طاهر محمد طاهر في الدقيقة التسعين كعادة النادي الأهلي عادته ولا هيشتريها في الدقيقة التسعين ينزل طاهر محمد طاهر واحدة اثنين ثلاثة جون واحدة اثنين ثلاثة الأهلي رجع الماتش التعادل جهت التعادل على الأقل على الأقل منطقي على الأقل هو عادل لأن النادي الأهلي كان متسايد المباراة بالطول وبالعرض شوية حاجات شوية لقطات شوية منظرة شوية استفزاق أي حاجة ولكن كان النادي الأهلي هو اللي ماسك الماتش تقريبا بنسبة 80% لتسعين في المائة والحقيقة اللي حصل ده دي نتيجة مستحقة في ضربات الجزاء لا اللعيبة دخلة أو ضربات الترجيح يعني اللعيبة دخلة عشان كلها حماس وكلها ثقة بعد طبعا الهدف الأحرز وطاهر في الدقيقة التسعين الروح كانت في السماء البعنويات كانت في السماء كل واحد داخل بيحط ضربة الجزاء والرقلة الترجيحية صح 100% ثبات وثقة فالحقيقة فوز مستحق بطولة مستحقة للنادي الأهلي السوبر الأفريقي التامن يعني شيء الحقيقة عظيم جدا جدا ألف مبروك للنادي الأهلي ألف مبروك للجماهير المصرية النهاردة اللي كلها فرحد سبحان الله من 3-4 أيام بنخرج بضربات الجزاء في الأراضي القطرية والنهاردة يعني المركز الثالث والرابع طبعا أمام المنتخب القطر الشقيق والنهاردة بنفس الطريقة بدربات الجزاء الترجحية على شقيقنا المغربي الرجاء ولكن هذه المرة الأهلي بيحسم هذه البطولة شيء عظيم جدا الأهلي بيحقق لقبه القاري رقم 24 وبالتالي بيطارد ريال مدريد أكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب القارية في الوقت الحالي ريال عنده 26 لقب قاري الأهلي 24 لقب قاري وفاضل لقبين وإن شاء الله الأهلي يساوي ريال مدريد الأسباني الأهلي كبير الأهلي يستحق تعالوا نشوف الكابتن حسن المستكاوي نقضنا الرياضي الكبير كتب إيه؟ بعد انتهاء المباراة وفي حالة فرحة الحقيقة على السوشال ميديا حسن بيقال ألف مبروك أداء الأهلي كان قوي وهجومي وبشخصية لمدة 87 دقيقة مقابل 13 دقيقة للرجاء اللي دافع فيها بكل قوة وتنظيم وأنتج لنا الفريقان مباراة مثيرة حافلة لم يكن عدلا حسم البطولة برقلات الجزاء الترجيحية كان الأهلي يستحق الفوز بدون تلك الضربات قاطعا لأن فعلا الرجاء ما راحش إلا بهجمة واحدة الجوم بتاع أحداد والسلام ختام تعالوا نشوف المعلق حفيظ دراجي كمان كتب قال إيه قال ألف مليون مبروك للعملاق الأهلي المصري تتويجه بالسوبر الأفريقي للمرة التامنة في تاريخه الحافل شيء عظيم جدا جدا عمدة الأهلوية الأستاذ نبيل الحلفاوي الفنان الكبير والقدير وعمدة الأهلوية على تويتر قال ألف مبروك السوبر الأفريقي المستحق لنادي الأهلي بعد سيطرة كمل على المباراة أمام دفاع حديدي من الرجاء ده حقيقي أداء محترم من لعب الرجاء مهارات وفنيات شيء الحقيقة يحترم لهم كل التحية وكل التقدير وده اللي حل هذا الفوز النادي الأهلي طبعا على صفحته على تويتر قدم التهنئة وقال فرقنا بطل السوبر الأفريقي للمرة التامنة من حق النادي الأهلي يفرح من حق جماهيره تفرح من حق جماهير الكرة المصرية النهاردة شفنا مشجعين في الاستاذ في قطر في الريان ومشجع زمالكاوي جنب المشجعين الأهلوية لابس التيشرت زمالكاوي جاي يشجع بلده جاي يشجع مصر وهي دي الروحة الرياضية وهو ده الكلام الصح اللي لازم نقوله الأهلي ناك ما كانش بيلعب باسم الأهلي بس لا ده كان بيلعب باسم مصر وده شيء منطقي جدا اي حد سوي هيعمل ده اي ناس أهلوية او واحد أهلوي زمالك بيلعب في الصبر الأفريقية امام الرجاء او اي فرقة أفريقية اخرى اكيد كان هيروح بتيشرت النادي الأهلي يعود ما بين جمهور الزمالك اللي كانوا يرحبوا بيه عشان يشجع الفريق المصري اللي بيلعب باسم مصر وعلم مصر هو اللي كان مرفوع بالمناسبة مش اي علم تاني فده شيء عظيم جدا شوفوا حضراتكم ده صفحة كاس او حساب كاس السوبر الأفريقي بيقول كاس السوبر الأفريقي الأهلي يتوق بكاس السوبر للمرة التانية على التوالي والتمنى في تاريخه من حقنا الحقيقة ان احنا نفرح لما نشوف الاتحاد القطري لكرة القدم منذ قليل بيقدم التهنئة لمصر والنادي الأهلي مبروك للنادي الأهلي المصري بطل السوبر الأفريقي للمرة التمنى ادي الاتحاد القطري لكرة القدم هتلاقي اندية عربية وعالمية بتهني النادي الأهلي نادي العين الاماراتي نبارك لفريل الأهلي المصري فوز Ok L conver at第 8 هنلاقي ايضا صفحات اندية اوروبية بالينسيا الاسباني وهو ايضا بهن النادي الأهلي يتقادم نادي بالينسيا باصدق عبرات التهين الأهلي بعد فوز particles السوبر الأفريقي الف مبروك نروح للعبين المحترفين ولعبين السابقين نشوف محمود تريزيجي اللي بنقوله حمد الله على سلامتك وان شاء الله تتقلق وترجع أقوى مما كنت كمان بإذن الله والبداية الأخيرة كانت حاجة عظيمة جدا ان شاء الله مستنينك في الكان تريزيجي بيقول ألف مبروك النادي الأهلي وجمهوره العظيم الفوس بالسوبر ودايما مشرفنا تريزيجي نشوف بعد تريزيجي يعني لا يساعد سمير واحد يعني من الناس اللي لعبت مع الأهلي زي طبعا تريزيجي وحصد وألقاب وبطولات ساعد بيقول ألف مبروك للأهلي وجمهوره العظيمة والعاب الرجالة وروح النادي الأهلي دايما هي السر الانتصار وهو ده الحقيقة اللي بيفصر فكرة التسعين والتسعين بلاس الناس كثير تقول يا ده في التسعين أيوة هي دي لعبت الأهلي وهو ده المفروض الكل يتحلى بيه سواء في الرياضة أو غير الرياضة لغاية آخر لحظة انت بتشتغل لغاية آخر لحظة عايز تحقق هدفك هدفك انك انت تحقق هذا اللقب فبالتالي الناس بتشتغل لغاية الصفارة ما تطلع من بوق الحاكم بريمس عيد كمان بيهني النادي الأهلي وجمهوره بألفوز الأفريقي حاجة الحقيقة عظيمة هنلاقي لعبين عرب سابقين زوبير بيا نجم المنتخب التونس السابق كمان كان بيهني النادي الأهلي وكتب برضو زوبير بيا على صفحته وعلى حسابه وعلى تويتر مبروك لأصدقائي الأهلوية كاس السوبر الأفريقي ده زوبير بيا واحد من أفضل أفضل لعبي كرة القدم العرب والتونسة فشكرا لي وهارد لك هارد لك لنادي رجاء أصدقائنا وحبيبنا ويا ما لعبنا ويا ما تقابلنا مع الرجاء ألف مبروك لنادي الأهلي الجماهير لنادي الأهلي وكمان للجمهور المصري هذه الفرحة